فإذن على أي نواحي من الحياة أثر يسوع المسيح أولا أحبائي أنا بتكلم مش بس يعني من ناحية روحية أنا بتكلم لأنه كتير ناس تتهمنا أنه ديانتكو هي ديانة روحية في السمويات لكن تنسوا الأرض لكن بنسوا أنه ديانتهم والديانات الأخرى ورطت العالم بمآسة ومجازر وحروب وكرهية لا أول ولا آخر إلها بل بالعكس اللي رح نشوفه كيف تأثير المسيح على كل البشرية أول شيء أحبائي أنا عاوز أتكلم أنه المسيح تأثير يسوع على حقوق المرأة أوليس عجبا أحبائي حتى اليوم المرأة ما أخذت حريتها الكاملة الكتابية اليوم يا بتشوف صغر نفس كامل مرأة محطمة مهانة مقلل من قيمتها أو على النقيد الآخر بتشوف المرأة بتستشرس وعلى فكرة عنف النساء عم بيزداد يعني أكتر من نص المجتمع أو النساء اللي بتفوت السجون بسبب ضرب الأزواج واليوم النساء عم تتمرد طبعا بأمور غير كتابية حقوق طبعا اللي هي مجرد خطية خطية اختيار إما الإجهاد أو تغيير حتى الجنس يعني اليوم عاملين إحصائية في كندا بيكتبوا يعني لما ولدت أنت ولد ولا بنت وبعدين في خانة أخرى هل ما زلت ولا أنت تغيرت غيرت يعني غريب يعني ممكن تغير جنسك تكون ولد ولا بنت ترانس جندر نعم أحبائي في مجتمعات تانية ممكن أنت يعني تتهم المجتمع لا المجتمع هنا فيه كمان قيم عالية جدا بصراحة أعلى من القيم يمكن اللي عشناها في الشرق الأوسط بس الخطية هي خطية أوليس عجبا يعني هاي عندك رؤساء الكهنة الدينيين اللي حاكموا على يسوع استخدموا المراوغة والمكر والمكر هي صفة الشيطان والخداع والكذب ليحاكموا يسوع المسيح وبينما المسيح يبرق طب فيه مرأة زانية كمان في مجتمعاتنا المرأة الزانية في الشرق طبعا ترجم تقتل ولكن في مقياس يسوع طب هذا الرجل الدين خاطئ وهذه المرأة التي أمسكت بزنة خاطئة فإذا أحباء المجتمع بيحكم على ما يملي ضميرهم بالشيء اللي بفيدهم من بر ذاتي لكن حقوق المرأة أحبائي المسيح بيختلف عن أي نبي عن أي شخصية أخرى لقد رفع من شأن المرأة لقد عامل المرأة باحترام ووقار ومحبة طاهرة بالمقارنة مع المجتمعات المعاصرة في أيام المسيح اللي قللت من أهميتها سواء الرومان سواء اليونان سواء السامريين سواء اليهود من الأفضل أن تحرق كلمات النموس من أن تعطى لامرأة مع أن العهد القديم رفع من شأن المرأة لكن التقليد قلل من شأن ومن أهمية المرأة فالمسيح لم يعامل المرأة كسلعة كانت النساء تلميزات رسولات مجتهدات مع الرب يسوع المسيح كانوا شركاء بالخدمة معه لقد تحدث مع كل النوعيات من النساء مع المرأة السامرية اللي ما كانتش من شعب الله مع المرأة الكنعانية الأممية اللي كان عليها المفروض غضب الله المرأة الخاطئة والمرأة الزانية والمرأة النجسة التي كانت نازفت ذم بالعكس المسيح شدد رجع لسفر التكوين أن المرأة هي مخلوقة على صورة الله وأنه على الرجل أن يبذل نفسه من أجل المرأة يعني حياته يضحي من أجله والمسيح علم أن المرأة هي مساوية للرجل ولها كل الحقوق وكل الامتيازات سواء بالورثة سواء بالشهادة وهي ليست ناقصة عقل ودين أحبائي والمرأة لا تنجس أو تبطل الصلاة المسيح رفع من قيمة المرأة